أيضا من ضمن ما ورد من أقواله في تفسير بعض آيات القرآن الكريم إنه رضي الله تعالى عنه أرضاه في قول الله تعالى في سورة البقرة عن المشركين وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَاعُوا فالإمام عروى بيقول إيه رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول هم أي أعداء الدين أعداء الدين من المشركين قديما ومن حزى حزوهم حديثا يقول هم مقيمون على ذلك غير تائبين ولا نازعين حتى يرد المسلمين إلى الكفر كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه قبل الهجرة يعني الأمر مستمر ليس متوقفا ده عرض مستمر مستمرون على ذلك وربما يعني الصور التي ترد إلينا والفواجع التي تدمي قلوبنا لكثير من الأقليات المسلمة في بلاد الشرق والغرب لأكبر دليل على ذلك وإلا ما السر في تهجير شعب بورما المسلم ويعني الموت الذي طال الكثير والغرق الذي غيب الكثير والجوع والحرمان الذي طال الكثير ما السر في الهدمة من الهندوز على بعض المسلمين في الهند الآن الذي حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي من قريب من أقل من عشرين سنة والذي يحدث للمسلمين في كثير من البلدان ما السر في ذلك فواجع وحوادث يعني لا يزالون مستمرين على ذلك حتى يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا إن استطاعوا ونسبت نزول الآية أن سرية بقيادة عبد الله بن جحش اللي هي تسمى سرية نخلة أيضا ودي كانت قبل غزوة بدر بقليل في السنة الثانية من هجرة النبي صاصل سرية وصلت إلى حدود مكة ومنطقة نخلة بعد مكة بشوية وصل المسلمون إلى هناك وبعدين دا كان في آخر تقريبا يوم من أيام شهر رجب وشهر رجب من الأشهر الحرم فتشاور الصحابة فيما بينهم أنا أهجم عليهم لنعاوض أنفسنا بعض الذي فقدناه أم لا ففي النهاية هجموا على بعض المشركين لكن كان في صبيحة يعني اليوم الأول من شهر شعبان أجلوا كان في صبيحة اليوم الأول من شهر شعبان أو عفوا كان في اليوم الأخير من شهر رجب في اليوم الأخير من شهر رجب فهجموا عليهم بدل أن ينتظروا مثلا يعني فالمشركون شنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشنعوا على المسلمين وأن هؤلاء يقاتلون ويقتلون في الأشهر الحرم ولذلك نزل قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أغله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يعني العرب المشركون يسألون عن الختال في الشهر الحرام ولا يسألون عنفسهم عما فعلوه من محاولة افتتان المسلمين أو فتن المسلمين أو رد المسلمين عن دينهم يسألون عن الختال في الشهر الحرام ولا يسألون عن أنفسهم عن الصد عن بيت الله تعالى وعبادة الله تعالى في المسجد الحرام والمسجد الحرامي وإخراد وأهله منه أكبر عند الله أكبر والفتنة أكبر فده في الحقيقة سبب نزول الآية الكريمة وده القصة التي حدثت من بعض المسلمين وده كان اتهاد في الحقيقة من بعض المسلمين لم يأذن لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما نقول نحن لا نحاسب الإسلام أبدا على تصرفات بعض المسلمين قديما أو حديثا ودائما نردد نحن لا نقدس أحدا نحن بشر والخطأ قاسا مشترك أعظم لكن كوني أعترف بخطأي أتوب عن ذلك الخطأ الذي وقعت فيه وكثيرا ما صحح النبي صلى الله عليه وسلم وصوب لبعض الصحابة لما قتل خالد امرأة قال من قتل هذه ما كان لهذه لتقاتل ولا ما خالد لما قتل أسامة ابن زيد رجلا بعدما قال السلام عليكم أنا مسلم وعزا وبعدين قال نمق لها بلسانه ليحرز بها غنماته وليحمي بها دمه والنبي قال قولته الرائعة هل لا شققت عن قلبه ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست من فيش عنه إسلام ولا إيمان لا أنفي عنه أنا لي الظاهر ورب يتولى السرائر أنا لا أعامل الناس على مكنون صدورهم إنما ما ظهر من جوارحهم من سلوكهم وتصرفاتهم وهكذا ترجمة نانسي قنقر